موسيقى وهذه المرة نناقش تدعيات فيروس كورونا كانت أبل قد حذرت من أن الفيروس وانتجاره سيؤثر على إراداتها وتحديداً الإرادات من الصين ولكن كيف ستكون اتبعت على بقية الشركات العالمية وعلى أسواق الأسهم رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكوتي جروب معنا من الإمارات من دبي رائد أهلاً ومرحباً بك وبداية طبعاً قرأت ما ذكرته أبل والتأثير الذي شاهدناه بعد ذلك على موردي أبل صحفة الولايات المتحدة أو في الصين ولكن على ما يبدو الأسواق بدأت تتجاوز هذا التأثير فهل تتجاوزه بشكل مرحلي وسيظهر التأثير لاحقاً في نتائج الربع القادم أم أن انتهت الأسواق من تخوفاتها من هذا الفيروس؟ نحن رأينا يوم أمس كيف كان له تأثير سلبي واضح بيان أبل بأن أرباحها سوف تتأثر بشكل واضح طبعاً إذا نتحدث عن أبل فنتحدث عن 15% من إيراداتها يأتي من الصين دون عن التصنيع الذي يحدث داخل الصين والتأخير في الطلبيات الذي يحدث على مستوى الصين إجمالاً هذا ممكن أنه له تأثيرات سلبية أو له أثر كبير على الشركة العملاقة أبل نحن نتحدث عن أنها حققت ما يقارب 91 مليار دولار عوائد في الربع الماضي ومن المتوقع أن يتأثر خلال هذا العام بحوالي يعني أورادي تم التقييم بأنه سوف يكون عندها 67 مليار دولار عوائدها عن الربع الأول من العام الجاري إذن انخفاض كبير وحتى وإن كان موسمياً مختلف بعض الشيء ولكنه انخفاض كبير بضرر من فيروس كورونا شركة أبل وغيرها من الشركات العالمية الكبرى ستتضرر بشكل أكبر خلال الفترة القادمة سواء كان من الاستهلاك المحلي داخل الاقتصاد الصيني الذي يمثل بنموه حوالي 15% من النمو الناتج المحلي العالمي بينما أيضاً لدينا العديد من الشركات إما تورد خدمات وصلع للصين أو أنها تستهلك أو تشتري البضائع من المصانع الصينية نعم سيد رائد بالإضافة إلى أبل وشركات التكنولوجيا كيف تتأثر الشركات الأخرى مثلاً شركات صناعة السيارات وقطع السيارات من هذا الفيروس يعني بعد نظرة للقطاعات التي يمكن أن تتأثر بالصناعات التحويلية على وجه التحديد بسبب فيروس كورونا من الصين نرى أن الصين هي مورد رئيسي للعديد من قطاع المرتبطة بصناعة السيارات نحن نتحدث عن المكابح الإطارات الهياكل جميعها المصادر الرئيسي عالمياً هي الصين جميعها تتأثر بالتالي قطاع السيارات والصناعات السيارات نتحدث عن الصناعات الأمريكية والصناعات الأوروبية كذلك الأمر لأنهم هم أكبر الموردين على سبيل المثال تويوتا كانت ممكن أن تتأثر بشكل واضح خلال هذه أو بنتيجة فيروس كورونا نتحدث عن إمكانية أن يكون هناك ارتفاع في إنتاج الشركة كان المتوقع أن يكون عن العام 2016 كان بحوالي 6.6% بينما مع هذا الضغط الكبير الذي قد يحدث ممكن أن يكون لدينا انخفاض كبير في مبيعاتها من 2.5 تريليون ين ياباني إلى 2.4 تريليون ين فقط عن الربع الأول نتحدث الضرر حتى الآن أيضا بولكسباجن الأوروبية كذلك الأمر مستورد كبير لقطع السيارات الصينية طيب رأيدي أن الموسم القادم لأذانات النتائج هو أبريل نيسان القادم وأعلانات الربع الأول يعني طبعا الفترة الحالية يعني التساؤل المهمة هل السوق بالفعل السعارة ما يمكن أن يكون أثر على هذه النتائج نتحدث سواء الأسواق الأمريكية أو غيرها من الأسواق أما أن الأثر ربما لم يظهر بعد وسنشاهده في نتائج ربع الأول محمد حتى الآن يوجد هناك شركات لم تفتح بعد وأجلت افتتاحتها حتى 24 الشهر الحالي إذن الأزمة لم يتم احتواءها حتى الآن ولم يتم حتى الآن حصر الضرر يعني لم نحصل على أرقام اقتصادية تشير بوضوح إلا كانت قراءة شهر يناير حتى الآن فيما يتعلق بالنمو في الناتج المحلي للصيني عند الخمسة فاصلة أربعة بالمئة وأعتقد أصبحنا دون هذه المستويات بكثير على الأقل في شهر فبراير عندنا توقف مضطرد وإن كان هناك عودة لبعض المصانع إلى أنه ليس بالمستوى المطلوب في التصنيع إذن القراءات السلبية ممكن أن تمتد أكثر طالما نحن ما احتوينا بشكل كامل الوضع الراهن للفيروس وأيضا ما يتم يعني عندنا مصانع مغلقة حتى الآن ولا يزال العرق الواضحة في قطاع السياحة والطيران في الصين إذن لا يمكن وضع أرقام مبدئية لهذا الأمر إلا أنه المجال مفتوح لمزيد من الأثر السلبي أيضا ممكن أن التأثير على موسم كامل في هذا الربع من العام ممكن جدا أن يؤثر على بقية الأداء حتى نهاية العام بشكل مضطرد لأن هناك العديد من السلع النصف مصنعة التي ستضطر إلى التأثير سلبيا على الطلبيات الكبيرة أو الطلبيات السلع الكاملة مع نهاية هذا العام إذن نحن نتحدث عن سلسلة متواصلة ممكن ضرارها يمتد على الأقل حتى نهاية تعاملات هذا العام إذا تم احتواءه خلال بحر الربع الأول من 2020 أشكرك يا رائد دائما على هذه التحليلات والمتابعة